طبعا نروح بقى للمباراة انهائية مباراة الاهلي والزمالك ان شاء الله بنتمنها مباراة لن تخلو من الحماس ولا العصبية يعني يكون في حماس موجود لكن تخلو من العصبية ونتمنى يكون نموذج او روح رياضية لان المباراة دي طبعا هتتنقل على قدمات فضائية كتير جدا وتقريبا العالم كلها يشوفها لان دي البطولة الاقوى في افريقيا فنتمنى من لعيب النادي الاهلي ولعيب النادي الزمالك انهم يوصلوا رسالة عن القرى المصرية رسالة نموذجية انا عجبني جدا في معسكر المنتخب اللقطات اللي بتجمع محمد الشناوي ومصطفى محمد اللقطات جميلة جدا اللقطات نتمنى تكرارها من كل لعبين نتمنى تكون المباراة في اطار من الحماس ولكن من الروح الرضية لكن طبعا من حق كل ناقب سواء ينتمي لنادي الاهلي او ينتمي لنادي الزمالك انه يعقب او يتوقع المباراة وطبعا احنا هنا بنقول ان المباراة صعبة جدا 50% نادي اهلي 50% نادي زمالك هتعتمد على امور كثيرة جدا من ضمنها عامل التوفيق وان اللاعب يكون في مستوى في اليوم ده وطبعا نتمنى التوفيق يكون حليف النادي الاه لكن البعض بدأ يعقد المقارنات او يستدل على بعض النتائج ويهمش دور الدوري العام في فرز قوة النادي الاهلي وهو بطل الدوري نروح نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب يميع مباراة ابو جابل كان يقص فيها وكل الناس كانت بتتديره عشرة من عشرة في جميع المباراة اللي لعبها ابو جابل لما لعب مع الزمالك والشناوي مع الاهلي ابو جابل اللي تفوق هو انت بس مدر جرمات لالي وزمالك يا زياد عام انا اكمل انت عاش في ضربات الجزائكة ابو جابل افضل يعني فيه ايه يا جماعة ده لا يقلل من محمد الشناوي على فكرة ما بقللش من محمد الشناوي حارس مرمى جبير وثوائز جدا محمد الشناوي خلايا مش مقياس بالنسبة لك لا مش مش اللي هو المقياس الوحيد هو المقياس الوحيد لتقييم مستوى الفرق في العالم والفريق بطل الدور هو العالم في كل دورات العالم اعتقد بنطفق تماما ان الدوري معيار مهم جدا في كل فعلا دول العالم عن مدى قوة الفريق لكن هو الاساس عمر اتكلم عن فكرة انا مش بقالل من شناوي اتكلم عن ابو جبل وشوف ابو جبل المباريات اللي لعبها اداءه فيها ايه طب انت قيمت ابو جبل على اي مباريات مباريات افريقيا فقط لغير ولا كمان دخلت مباريات الدوري وطبعا احنا هنا مش بنقلم من ابو جبل ولا كمان بنتكلم عن فريق الزمالك الا بكل تقدير واحترام وقلنا دلوقتي ان المباريات خمسين خمسين لكن انت تكلمت عن تقييمك لابو جبل من خلال مباريات الدوري النقطة المهمة جدا ان بيتردد كتير في الاعلام فكرة الزمالك اخر ثلاث مواجهات فاز على النادي الاهلي طيب والله ما حصل في تاريخ لقاءات القمة ان الزمالك في التاريخ فاز ثلاث مباريات متتالية عن النادي الاهلي انا بطالب اي ناقد يراجع تاريخ مواجهات الكمة الرسمية سواء دوري او كاس او اي بطولة مفيش ثلاث مباريات متتالية فاز بيهم نادي الزمالك على النادي الاهلي وان كان دا حصل للنادي الاهلي ثلاث مباريات واربع مباريات وسلسلة خمس مباريات لكن نروح لفكرة الدوري العام طب ما عايز تقييمه مناسب تقيم عليه ابو جبل تقيم عليه الشناوي وتقيم عليه النادي الأهلي ونادي الزمالك البطولة الأفريقية دولة أبطال أفريقيا نتائج الفريقين المباريات التي تلعبت 14 مباراة أهلي ممكن نستعرض صورة 14 مباراة أهلي 14 مباراة زمالك النادي الأهلي فاز في 10 مباريات وتعادل في 3 وتهزم هزيمة واحدة فقط لغير نادي الزمالك لاب وطبعا أحرص 34 هدف واستقبل 7 أهداف نروح نقف عند استقبال دي بس الشناو استقبل 7 أهداف أبو جبل استقبل 9 أهداف يبقى هنا برضو لو أنت بتقايم على فكرة الاستقبال والكلين شيت الشناو في البطولة الأفريقية أفضل أبو جبل وعواد اشتركوا في الـ 14 مباراة دي فوز الزمالك الزمالك فاز 8 وتهزم 3 مباريات وتعادل 3 مباريات يعني حتى الزمالك أكثر عرضة للهزيمة من النادي الأهلي يمكن حتى الهزيمة اللي اتهزمها النادي الأهلي كانت مباراة الأهلي والنجم الساحلي في تونس وكنا بنلعب ناقص لاعب اللي هو أيمن أشرف من الـ 12 فقط لغير فلو احنا نتكلم عن تقييم مستوى دي مشوار الفريقين في دوري أبطال أفرج لو بتتكلم عن فكرة 3 مباريات مباريات الزمالك فاز مبارات الدوري 3 واحد ودوافع مختلف عن النادي الأهلي اللي كان حسن بطولة مبارات السوبر برقلات ترجيح النادي الأهلي كان الكافة الأعلى ومش هنتكلم عن مبارات الانسحاب لكن دايما بننسى أن فيه سوبر في الدور الأول النادي الأهلي فاز فيه 3-2 بيتجاهلوها دايما نفرس البطولة بتجاهلوها وهي نظرية البيضة ولا الفرق نفس اللي تقالي المرة اللي فاتت لما تكلمنا تقال مين أقوى الوداد ولا الرجاء في مواجهة الأهلي والزمالك؟ بفرق كبير برضو فأكيد طبعا حيبقى المعيار آخر تناولنا داخل البطولة بس حاجة مهمة كمان هو أصلا المواجهات تاريخيا بين الفرقين لو الدوري ما كانش مقياس تاريخي لتفوق أحد الفرقين على الآخر طب البطولة اللي حيلعبوا فيها دي الوضع إيه؟ الأهلي والزمالك وضعهم إيه؟ بنتكلم في 8 مباريات اتلعبت في دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي فاز 5 مباريات من الثمانية وتعادل 3 مباريات ولم يحدث أبدا إن النادي الأهلي خسر في دوري أبطال أفريقيا من الزمالك وإن شاء الله ده لا يحدث وبنتكلم في 15 هدف أحرزه النادي الأهلي وتمانية أحرزه من الزمالك هنا بنتكلم حتى عن تفوق تاريخي يبين في المواجهة ما بين الاثنين في نفس البطولة شخصية الفرقين إيه؟ زي ما بنقول بنعف عند التاريخ اللعيبة بتستمد الثقة منه ولكن مش الغروب والتاريخ لازم نعرف فيه وإحنا اللي بنقول مش الفيديو اللي برد عليه لا إحنا بنقول إن لازم نبعارفين إن الكل حاجة أول مرة فلازم اللعيبة تلعب إن إن شاء الله بإذن الله ده ما يحصلش ونستمر في سلسلة التفوق ولكن كمان مهم جدا لو إنت بتتكلم إن بطولة ما هي مقياس الفريقين عمر ما كانت دوري مقياس فنعرف كويس قوي إن الفريق كبير قوي داخل البطولة دي لصالح الأهلي تاريخيا يا أحمد وإن شاء الله نحافظ عليه بإذن الله وطبعا في بعض التخوف لده شريحة كبيرة جدا من كماهير النادي الأهلي وبيتقال دايما إن زمالك بيوصل أو بيحاول على المرمى محاولات أقل فبيسجل أهداف على عكس النادي الأهلي والحقيقة أعتقد في مبارات الوداد زهابا وعيابا الأمور كانت مختلفة لكن إحنا هنا رحنا لعدد محاولات في مباراتين للنادي الأهلي أو دورين دور التمانية والدور قبل النهائي لنادي الأهلي والزمالك طبعا الزمالك كان بيقابل الترجي والأهلي كان بيقابل صندونز فكانت محاولات الأهلي على المرمى كلها إجمالي تسعة واربعين مقابل تلاتة وتلاتين لكن المحاولات اللي هي كانت على المرمى أو الأون ترجت كانت تمنتاشر أهلي تمنتاشر زمالك يعني معدل من أربعة لخمس محاولات أون ترجت لكل فريق لكل مباراة النادي الأهلي قدر يسجل كان في الأربعة مباراة دول تمن أهداف مقابل سبع أهداف يعني لو جينا حطينا دقة تسجيل من المحاولات أون ترجت النادي الأهلي أربعة واربعين في المية مقابل ثمانية وتلاتين في المية لنادي الزمالك طب إيه المشكلة؟ المشكلة إن النادي الأهلي في بعض مبارات وتحديدا مبارات صندونز اللي كانت في الكبيرة كان بيروح للمرمى كتير لكن محاولاته على المرمى كانت أقل لكن مع مصيماني في الدور قبل النهائي لما تعرف ان انت في مبارات الوداة في المغرب عملت 11 محاولة كان 3 اون تارجت سجلت هدفين وهنا برضو 11 محاولة 5 اون تارجت سجلت 3 يبقى لازم تعرف ان فيه مدير فني شغال كويس جدا على دقة انهاء الهجمات فدي رسالة الجماهير النادي الاهلي ثق في العيبيك والطمن عندنا مدير فني مركز في كل كبيرة وصغيرة وفي كل تفصيلة واعتقد شفنا النهاردة حتى او مع قدوم سماني دور مجد افشا اللي اختلف سواء على مستوى النادي الاهلي او حتى فارس النهاردة الهدف اللي احرازه على مستوى المتخد مش افشا بس كمان حسين الشحاء ازاي الثقة بسرعة وفي انهاء الهجمة وقدر ده كهرباء في مشاركات زي ما احمد قال لكم احنا كان عندنا عيب وانا مقتنع تماما ان انت بتوصل كتير جدا للمرمى بس بتضيع كتير والنادي الزمالك بالنسبة له الاحصائية دي احنا مش جايبينها عشان احنا نقول سلبية لا ده ايجابية بس كمان التحول اللي حصل للنادي الاهلي يخص المدير الفني بيركز بشكل مهم جدا على انهاء الهجمة وهو ده اللي احنا بنطلبه من اللاعبين زي ما احمد قال لكم التركيز ولكن كمان زي ما شفنا فيما يخص معطيات بطولة افريقيا التفوق للنادي الاهلي فيها واضح كمان لو بنتكلم زي مش هنقول بقى دوري او افريقي هنتكلم الفريقين بشكل عام الفاليو بتاعة الفريقين وفق الترانسفر ماركت بنشوف قيمة الشرائية او القيمة التسويقية للفريقين النادي الاهلي قيمته التسويقية 28.25 مليون يورو في المقارنة نادي الزمالك 24.20 يعني حتى على مستوى القيمة التسويقية ليك كنادي اهلي لا انت برضو فارق ومتفوق وده بيعكس برضو ان انت القوة الشرائية الاجبر داخل القارة والنسبة الاعلى كفريق انفقا ده برضو بيعكس حظوظك واعتقد النادي الاهلي والزمالك وبرامد مقارنة بانفق باقي الانداف هم في حتة تانية وده سبب وصول تلك فرق للنهائي من ضمن اربع تكلمنا عن دقة المحولات فكان مهم جدا نروح لهدافي البطولة دي ولو استعرضنا الاسماء هتلاقي الهدفين اهلوية خلصين ده الهدفين التاريخين للبطولة دوري ابطال او البطولة افريقية من مصر طبعا كابتن محمول خطيب 37 هدف ابو تريك 32 هدف عماد متعب 28 هدف كابتن حسام حسن 27 هدف كابتن محمد بركات 25 هدف طبعا كابتن حسام سجل بعض الهدف مع نادي الزمالك ولكن الغالبية فارس كانت للنادي الاهلي وده برضو بيديك انتباع وده بيديك انتباع برضو عن فكرة دقة المحولات ونتمنى ان شاء الله التوفيق عندنا كابتن وليد سليمان هو الاقرب 20 هدف ان شاء الله انا عايزة اقوله حاجة بالمناسبة كمان الهدفين الاجانب من الانديال مصرية في البطولة شفنا رقم واحد على مستوى الانديال مصرية في لافيو برضو ب18 هدف ازاره التاني ب13 هدف برضو الصدارة اهلوية لو بنتكلم على حاجة تالتة خالص على فكرة اكتر خمس لاعبين مشاركة في دور ابطال افريقيا او البطولات الافريقية بشكل عام للانديا برضو من النادي الاهلي بنتكلم في كابتن حسام عشور كابتن احمد فتحي كابتن واي الجمعة كابتن شادي محمد الاربعة دول من الاكتر لاعبين مشاركة على مستوى اللاعبين داخل الانديا المصرية بنروح يا احمد لحتى الالقاب عايزين نشوف وضع الاهلي مقارنة بالزمالك داخل افريقيا النادي الاهلي بنتكلم عنده كام لقب يا احمد بالمقارنة بنادي الزمالك نادي الأهلي حقق ستة كاس سوبر أفريقي تمانية دوري أبطال أفريقيا أربعة أبطال الكاس واحد كونفدرالية مقارنة بالزمالك أربعة سوبر أفريقي خمسة دوري أبطال أفريقيا واحد أبطال الكؤوس واحد كونفدرالية تفوق الزمالك 11 لقب أفريقي آخر لقب حققه من 18 سنة أما النادي الأهلي آخر لقب حققه من 6 سنين وهو عصى دارة بفارق كبير جدا من 7 سنين لأننا نتحدث على بطول الدورة الابطال أفريكا لأن نادي الزمالك حقق الكونفيدرالية ولكن ده كان مهم جدا نلقى الضوء على المباراة دي نحترم نادي الزمالك مباراة كبيرة مباراة قوية مباراة 50% النادي الاهلي 50% النادي الزمالك محتاجين إن شاء الله كنادي الاهلي يكون التوفيق حليف اللاعبين وإن شاء الله نحتفل كنادي الاهلي بالبطولة دي ولكن في النهائة يهمنا جدا إن المباراة تطلع بصورة متحضرة من لاعب النادي الاهلي ونادي الزمالك وزي ما قلنا الحماس موجود ولكن الروح الرياضية تكون موجودة